جماهير النادي العظيم أتحدث إليكم ليس فقط بصفة قائدا لفريق القرى بالنادي وأحد أكثر من تشرف أبي حمل شارط قيادة القلعة البيضاء عبر تاريخ ولكن أتحدث باعتباري واحدا ممن تربوا داخل بدران هذا النادي العظيم ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن رائعة الزمالي ولذلك كان يجب الرد على بعض النقاط وهذا ليس كل شيء رئيس النادي السابق يسألني لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالي وأنا هنا لن أزيع سرا قبل أن أكون قائدا للنادي فأنا زمال كوي قلبا وقالبا وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسؤول النادي السابقين والحاليين وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظا على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى والمفاجأة أن الرد جاب أنه لا يوجد حجز على النادي والزمالي جير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة بالنسبة لقاضية سبورت انجليشبونا فالنادي اشتراني من صفوف سبورت انجليشبونا عام 2016 مقابل 650 ألف دولار وبالفعل تم سداد مبلغ 140 ألف دولار وتبقى 510 ألف دولار كان يجب تزديدهم في معادهم طبقا للتعاقل وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من المستحقات المالية لدى النادي ولكن بسبب التقاعص في التزديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمال المطلوب من النادي أكبر بكثير وفي ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو 510 ألف دولار وبحساب سعر الدولار وقتها 7 جنيهات و83 قرشا ما يعادل 3 ملايين وتسعمائة ألف جنيه الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار 46 مليون وللعلم وقفت قحقت للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللعبين لم أعلن عنها وأنت أسعى دائما لحل أكثر من المشكلة في الفريق حتى لا ينهر تماما طوال الموسم الماضي وليس الشكبال الذي يتهم بالتقصير أو التمرض في حق نادي الزمالك بدافع المال لأنني اخترت اللعب في الزمالك وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال وعلاقاتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللعبون طوال الموسم ولكن هناك ظروف أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللعبون يطلبون من الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل هذا ردا على كل ما أصره رئيس النادي الصابق بخصوصه أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح وللحديث بقية